اهلا بكم يا حلوين ازيكم يا رب تكونوا كويسين في الفيديو النقطة هنتكلم عن شوية حاجات كده لو خلصت من عندنا في الميكوب ممكن ان احنا نصنعها من اول وجديد من شوية الميكوب اللي موجودة عندنا الباقي عندنا يعني يعني البنات اللي الكنسيلر بتاعها خلص او البرايمر بتاعها خلص اوجيه عليك اخر الشهر ومش عارفة تنزلي تشتري حاجة فتقدري تتصرفي بالخيمات اللي موجودة عندك يعني حاجة هتسعفك في نفس الوقت فخليكي معايا لاخر الفيديو ولو لسه ما اشتركتش معايا اشتركي في القناة وعملوا لايك للفيديو هنصلي على الحبيب اول حاجة هنكون محضرين بولا ازاز كده بالشكل ده نكونوا غسلينها ومنشفينها جامد جدا ممكن تستخدمي اي علبة عندك تكون لها غطى بس انا هستخدم قدامكم بس البولا الصغيرة دي وهعمل فيها الميكوب اللي انا هقول لكم عليه اول حاجة هنعملها هي البرايمر البرايمر ده هنجيب له البولا زي ما قلتلكم وهستخدم معاه جل الصبار جل الصبار هستخدمه اي جل الصبار عندك واي نوع كل حاجة كويسة وكل حاجة هتلف فعالمهم يكون الطريق الصلاحية بتاعها يعني مش منتهي لسه شغال يعني عندك وتخدي بالك قوي الثاني حاجة هستخدمها هي صنبلوك اكيد دلوقتي كل بنت عندها صنبلوك بأي نوع وطبعا لازم يكون بلاس خمسين او اكتر ثالث حاجة معايا هستخدمها هي المرتب وانا بستخدم المرتب بتاع ستيفز ده بصراحة انا مرتاحة عليه وخفيف جدا ومنمسه خفيف جدا جدا مش دهني ولا بيعمل طبقة دهنية على الجلد فلو انت لسه ما جربتوش انصحك انك تجيب المرتب ده هنبدأ ان احنا نحط المكونات فوق بعضها باي ترتيب اي حاجة مش مشكلة وكمان الكميات بالكميات اللي انت عايزاها انت هتوزني بعينيكي كده هتخلي عينيكي ميزان للحاجة يعني هتقيمي الحاجة كده بعينيكي كل حاجة تبقى قد التانية بحسب الكميات اللي انت عايزاها تمام شوية وشوية وشوية منهم بعد جدا هنبدأ ان احنا نخلطهم كويس انا جابا معايا العصايا الخشبية دي هبدأ ان انا اخلط بيها كويس قوي ممكن انك تخلطي بمعلاقة بخلة باي حاجة عندك مش مشكلة بس حاجة تكون نديفة ومتعقمة عايزا اقولي كمان ان جل الصبار ده ممكن انكم تستخدموه كابيزك برايمر يعني مش محتاج اي حاجة معايا بس انا هزود لكم الحاجات اللي موجودة دي لان هي برضو الحاجات دي لها المكونات دي لها فايدة كبيرة او للبشرة فكلها فوايد يعني مش هتضر في حاجة لو مفيش حاجة من دي خالصة عندك وعندك جل الصبار ممكن انك تستخدمي كبرايمر مفيش اي مشكلة خالص بس طبعا المراطب والسان بلوك كل ده بيعمل فايدة للبشرة برضو بيحميكي سان بلوك من الشمس اكيد لو حتى السامبلوك موجود عندك لازم تستخدميه برضو في البيت مش في الشارع بس يا جماعة خصوصا في المطبخ انا هحط شوية كده على ايتي هفرشهم كده الاحسن انك تفريدي بأيديكي مش بفرشة على فكرة هتسيبه شوية لغاية الجلد ما يمتصه هعمل بعد كده معاكم البيبي كريم وهسيب دلوقتي البيبي كريم على جنب شوية هنغطيه طبعا لو العبوة اللي انت بتستخدميها ملعناش غطا ممكن انك تغطيه بالكيلنج فيلم وتربطي عليه بأستي كويس قوي ويبقى عندك موجود يعني على التسريح عادي جدا مش محتاج تلاجة ولا حاجة بس انا عايز اقولك انك تعملي حبات صغيرة بحبات صغيرة عشان تخلصي اول باول لان دي يعني تبقى اعتبر حاجاتها تسعفك بش حاجات اساسية لو انت حباها اساسية عملي كتير مش مشكلة كله بينفع هنبدأ دلوقتي نشتغل في البيبي الكريم هتكون نفس المكونات بتاعة البرايمر هنجيب برضو عبوة من الازاز كده بالشكل ده بولا من الزجاج برضو معقمة ومتنشفة وكل حاجة هنجيب برضو نفس المكونات زي ما قلتلكم جل الصبار والسامبلوك والمرطب هم هم بس هنزود عليهم الفونديشن طبعا الفونديشن اللي موجود عندك يعني اي مركة اي نوع يعني اي براند كمان اللون اللي بيليق عليكي تمام هتحضري كده مع الحاجة مع بعض هنحط برضو المكونات بالنظر برضو زي ما قلتلك كده وبالكميات اللي انت عايزها وهنضيف عليها كمان الفونديشن على فكرة يا بنات الفونديشن لوحده لما نحطه على البشرة يعني ده غلط وخصوصا لو استعملناه كتير يعني خلوا استعمال الفونديشن ده في مناسبة يعني تكون يعني كل فترة طويلة كده مناسبة تحطوه كده على طول على البشرة بس يكون طبعا قابله الكريم المرطب تمام لكن لو انت عايزة مثلا تنزلي كل يوم يبقى هتحطي البيبي كريم اللي احنا بنعمله ده عشان ما يبقاش الفونديشن اللي واحده يتحط على البشرة دي حاجات برضو مساعدة على التغذية بتاعت البشرة اكتر واكتر كمان في البيبي كريم هنا هنحط منه نقطتين اتنين بس مش اكتر يعني يدوبك يعمل ضي كده للبشرة وينورها اكتر يخلي نورها ساطع كده وهو الواحد الفونديشن كده بيعمل سقوب في البشرة كمان بيعمل بيقفل المسام بتاعت البشرة فترة طويلة وبيحتاج يعني غسول قوي جدا جدا ان هو يقدر ان هو يشيل الكمية بتاعت الفونديشن اللي بتبقى موجودة على الوش شايفيني اللون بتاعه بقى فاتحه جميل ازاي هحط بقى فوق البرايمر اللي انا عملته خلاص البشرة كده اتشربته حبدأ ان انا افرده كده برضو بايدي افردي بايديك احلى حاجة شايفين اللون بقى في ضي شوية ازاي لير طبعا بقية الايد وغير بقية الصوابع شايفين الفرق شايفين حلوة قوي 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 منور كده الايد حلو جدا اعملوا بقى الطريقة دي لما يكون عندكم بقى الحاجات دي تقدروا ان انتوا تستخدموها لما تكونوا مثلا مسافرين ونسيتوا البرايمر او نسيتوا البيبي كريم او نسيتوا اي حاجة تانية فتقدروا ان انتوا تصنعوا الحاجات دي اللي نقصاكم من باقي الميكوب اللي موجود عندكم يعني كل المكونات دي مفيدة للبشرة بتدي نتيجة كويسة جدا جدا اه وانا كنت متحمسة قوي وانا بعمل الحاجات دي لان الحاجات دي طبعا موجودة عندنا في البيت عند كل بنت طبعا موجودة الحاجات دي دلوقتي مفيش بنت معندهاش حاجة من دي طبعا وده كمان حيشجعني اكتر ان انا استخدم في البيت الحاجات دي لان انا شايفة انها مش مدرة وحاجات خفيفة وحطقيني طبعا من الحرارة لو كنت في المطبخ طبعا عشان استنبلوك وحاجة كويسة للبشرة المرتب وطبعا الفاونديشن بسيط خالص مش هيئذي على فكرة نسيت أقولكم حاجة بالنسبة للبرايمر ممكن أن انتم بعد ما تحطوه على بشرتكم يعني تشتغلوا عليك بالجاد رولر لو ما كانتش عندك هاتيها هيبقى تأثيره حلوة قوي قوي لبشرتك والجاد رولر عموما كويسة قوي للبشرة وهتفيدك هنعمل عنها فيديو هنا في القناة هحط لك اللينك بتاعه في أول تعليق مسبت ادخلي شو فيه هاتي الآلة دي كويسة قوي لبشرتك هتنفعك استنوني كمان هعمل لكم حاجات تانية لباقي الميكوب اللي بتستعملوه ان شاء الله قابلكم الفيديو الجاي على خير خلوا بالكم من نفسكم باي باي